موسيقى مشاهدي قناة القلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة الليلة حبينا نلمس من خلالها بعض المشاكل وبعض الجوانب وبعض الخصائص المتصلة بولاية إصفاقس ما نطولش عليكم نشاهدوا التقرير الأولي ثم نرحبوا بظيفنا إصفاقس عاصمة الجنوب التونسي حيث أنها ثاني كبرى المدن بعد العاصمة تنقسم ولاية إصفاقس إلى إصفاقس المدينة وإلى المعتمديات والقرى المجاورة وأغلب معتمديات إصفاقس مثل بيرعلي والحنشة والصخيرة واجبنيانة وقرقنة والغرابة وعجارب وغيرها لم تحظى بالاهتمام المناسب مما جعلها مهمشة رغم قيمتها الفلاحية وتشكو من كثرة النقائص والإهمال ينقسم وسط مدينة إصفاقس إلى ثلاثة أحياء رئيسية المدينة الأوروبية المعروفة بباب بحر وتتميز بالمباني الفرنسية والإيطالية القديمة المتهالكة لكن البنايات الجديدة بدأت تعوذها تدريجيا ثم المدينة العتيقة في الوسط محاطة بصور عال ولها أبواب قديمة معروفة هي باب الجبل وباب الديوان وباب القصبة وباب الغربي وهي مدينة ناشطة تجاريا وبها الكثير من الحرف التقليدية ثم المدينة الجديدة أو إصفاقس الجديدة أو كما تعرف إصفاقس ألفين وهي عبارة عن حي تجاري سكني عصري يتميز بنعدام المساكن الأفقية وكثرة الأبراج الحديث عن إصفاقس يجرنا حتما نحو بوابة اقتصاد تونس فهي ثاني أهم مدينة صناعية في البلاد التونسية ولا يمكن التغافل عن مكانتها العالمية يوجد بإصفاقس أكثر من عشرين ألف وحدة تجارية بالتفصيل وسبعمية وستين مؤسسة تجارة بالجملة فضلا عن مؤسسات التوريد والتصدير تمثل إصفاقس قطبا صناعيا كبيرا وقطبا جامعيا أيضا تتميز إصفاقس بزراعة الزيتون وباللوز وبصيد الأسماك ونظرا لهذه الأهمية الاقتصادية مثلت وجهة للقادمين من المدن الأخرى خاصة الداخلية وهذا ما تسبب في بروز مشاكل كبرى منها الزحام المروري الشديد إلى جانب الملف الأمني لأن النزوح ساهم في ارتفاع نسب الجريمة كالسرقة والنهب والسطو على ممتلكات الغير دون التغافل عن مشاكل التلوث السياب والبيئة وضيق فضاءات الترفيه ضيفنا الليلة من مدينة إصفاقس مهندس مستشار دولي في الاقتصاد ورجل أعمال متحصل على شهادات من جامعات أمريكية مرتبة شرف ضيفنا هو السيد إسكندر الرقيق ساهم في العديد من المشاريع الاستثمارية مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء لإعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية لبعض دول الخليج نفذ مشاريع عديدة في التخطيط الاستراتيجي مع كثير من الدوائر الحكومية الخليجية في الصحة والتعليم كانت له شراكة في مؤسسة تسويق واتصالات أمريكية كبرى ولها وجود تجاري في تكساس وفلوريدا وسويسرا وشغل وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال له استثمارات في تونس في صناعة الإلكترونيات والفلاحة بمنطقة سيدي بوزيد والتطوير العقاري بالعاصمة إسكندر إرقيق له عدة مشاركات فاعلة في عديد المنظمات المهنية وغير الربحية مثل مؤسسة عالم المعرفة إذن أعزائي المشاهدين كما تعرفتوا على ذلك ضيفنا الليلة هو سيسكندر إرقيق مرحبا بيك سيسكندر مرحبا بيك بارك الله فيك سيزوهير مرحبا بسهد المشاهدين الكل إذن سيسكندر مش نبدأ بالحديث عن جهة إصفاقس بشكل عام من ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية كيفش ممكن تقدمنا جهة إصفاقس ولو أنه التقديم مش يكون موجز وما هوش مش يعطي حق جهة إصفاقس بأي شكل من الأشكال والله يمشون قولك سر سيسوهير الليلة والسادة المشاهدين اللي يحفزني على الاهتمام بالشأن العام ودخول معترك السياسة هو الوضع اللي وصلت له جهة إصفاقس من تهميش على متى أكثر من ثلاثة عقود تقريبا الأخيرة أنا عندي ذكريات جميلة في إصفاقس غادرتها وأنا عمري 18 عام متوجه إلى الغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة وكانت إصفاقس في سبعينات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي يعني جوهرة في نظفتها في تجانس أهلها في لحمة الموجودة في هذه المدينة وهذه الولاية الغيرة على الولاية وعلى مستقبلها الحقيقة غادرتها عام 83 وكل عام نرجع كنت نشوف إصفاقس تتحلل أكثر والبنية التحتية متاحها تتهمش أكثر والمدينة تهمش كلها والولاية لكلها بأريافها بقراها الحقيقة هذا حز في نفسي وكنت أتألم شنو الدارة؟ شنو السبب؟ هي في الحقيقة كانت سياسة تم اتباحها خاصة أن أصفاقس هي ثاني أكبر مدينة وتزخر بطاقات بشرية وكذلك ثروة أنتجوها سكان سفاقس بعرقج بينهم وهذه المدينة كتب لها في العهد البرغيبي أن تشهد مشروع صناعي دمر البيئة متاحها ودمر نقاء الهواء متاحها وعمل أمراض كثيرة في المدينة وفي العهد النوفمبري هذه المدينة تم الخوف منها لأن المال هو السلطان فبالتالي تم محاربة رموزها رجال أعمالها محاصرتهم حتى والتضييق عنهم حتى يهاجروا إلى العاصمة ويستثمروا في العاصمة وهذه كانت الخطة أن تضغط على أهالي سفاقس التجار سفاقس رجال أعمال سفاقس بالجباية تضغط عليهم بالمراقبة تضغط عليهم بتضييق الخناق حولهم فأكثرتهم بالفعل على مدى الثلاثة عقود الأخيرة هاجروا إلى العاصمة واستثمروا في العاصمة في العقار استثمروا في الصناعة ونجحت نوعا ما الخطة فطبعا إذا فرغت المدينة من نخبتها التجارية من عقلياتها الاستثمارية زاد هذا الطين بلا وأدى إلى أن الطبيعة تأبل فراغ أنه يتعبل فراغ هذا يعني كانوا قبل تجار سفاقس وأعيان سفاقس يعيشوا في المدينة القديمة عندما فرغت المدينة القديمة تعوضت باش المدينة العتيقة تعوضت البيوت بمؤسانة حرافية بمعناها أوكار ربما للجريمة المنظمة بتهرب من إسكندر مع ذلك سمعني أقص عليك مع ذلك أنه نلقاه حتى في العهد السابق كانت ثمه مشاريع عمال ما تزايد وعمال ما تكبر بعبارة أخرى كانت الثروة متزايدة في جهة سفاقس لكن المفارقة أنه على قد ما تزيد الثروة وإنتاجها في جهة سفاقس ثم نوع من الإحسار ثم تراجع على مستوى المعيشة على مستوى النظافة على مستوى برشة أشياء والبنية التحتية نرى اليوم كعادة عندما تريد أن تقيم أو تشخص مشكلة يقول لك تعمل الصوات تدرس الفرص والتحديات والمخاطر هذه طريقة قديمة صارت في الإدارة الحديثة فالآن لا يدرس المميزات والقدرات التنافسية المدينة والأزمات التي تعيشها المؤسسة أو المدينة أو الولاية أو البلاد فالكل يوم يبحث على التميز ويبحث عن أن يحافظ على قدراته التنافسية سفاقس ضربت في قدراتها التنافسية يعني البنية التحتية متاحة ضربت أو لم تتطور يعني نذكر أنا الليشانجور متاع المحول متاع مركز بوعصيدة محول مشهور ثم حزان بورقيبة بعد فيضانات 82 عندما نفذ نفذ بطريقة يعني فيها أخطأ في البنية التحتية اللي خلى اليوم معناها البحر مزاري رجع علينا في الأوساخ وبالتالي ما صارش فيه دراسة للمنسوب ثم كان مفروض يكون مغطى كان مفروض ترصد للميزانيات بش يكون مغطى مش يكون الآن معناها مكان للنفايات خلينا نكونوا منهجيين شوية ونوضحوا لسادة المشاهدين شنية القدرات والمزايا التنافسية للإصفاقص وشنية الأزمات لأن الإصفاقص تعيش أزمة هيكلية تعيش مشاكل هيكلية والمشاكل هيكلية لا يمكن أنك أنت تعالجها إلا بخطة فيها من الجرأة وفيها من الإمكانات الجبارة ما يخليك تعالج هذه الأزمات المتراكمة والمشاكل المتراكمة اللي هي كما قلت لك مشاكل هيكلية تضربها في العمق وفي الجذور وما تخلي المدينة دائما مختنقة مش قادرة تنطلق لأنه عندها إمكانات بشرية عندها عقلية جبارة وما هيش قادرة تنطلق وتنفذ كل أحلام أبناء الجهة وأبناء الولاية الكل بأريافة وبمدنها 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 الحقيقة تتماشى مع قدراتها ومزاياها التنفسية سمحني سكندر فقط نحب نستوضع إذا كان السياسة مقصودة لجهة الصفاقص الواحد من حقه أنه يتساءل عليش إذا كان ثم إمكانية الإرتقاء من خلال جهة الصفاقص بمسلحة وطنية إذا كان ثم إمكانية لنقص المشاكل إذا كان ثم إمكانية لنفتح أفق على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي خاصة أن نعرف الصفاقص هي وجهة العديد من سكان داخل الجمهورية وشوف ما حكى ظهرك مثل ظفرك مع الأسف الكثير من أبناء الجهة عزفوا عن السياسة وتوجهوا إلى أنهم ينجحوا في مجال المال والأعمال وينجحوا ويتقلقوا في مجال الدراسة والبحوث والعلوم ولكن بعدوا عن السياسة وعزفوا عن السياسة بسبب هي التربية نشأنا في هذا الجو أبعد عن السياسة وابعد عن الشرطة والجيش واخدم عن روحك وقرأ عن روحك وصير رجل عصامي لا تستجدي الوظيفة ولا تستجدي أنك تكون في يوم الأيام بل تكون أنت من تخلق فرص العمل وأنت من تكون عرف ومعلم عقلية الخدام هذه عقلية غرسوا فيها الأجداد في جهة لأبنائهم وتوارثوها الأجيال جيل بعد جيل لكن اليوم يلزمنا بما نجينا في وقت الآن الحرية وبناء الدولة الديمقراطية والبحث عن اللامركزية وصار وجوبا على أهالي سفاقص وأبناء سجيها أنهم يكونوا فاعلين في المجال السياسي يكونوا فاعلين في المجال الاقتصادي يكونوا فاعلين في المجال الإداري وبالتالي يكونوا قادرين على أن يخلقوا سامفونية لخدمة الجيها وإذا كان الجهة انتعشت رأي الجمهورية التونسية تنتعش والجنوب التونسي لا ننسى أن السفاقص هي الثاني أكبر مدينة اليوم في تونس هي عاصمة الجنوب الجنوب الذي همش لم تهمش سفاقص فقط همشت سفاقص وقابس همشت الولايات الداخلية همشت مدنين همشت الولايات الصحراوية الجنوب الكل همش الحقيقة في العهد على مدى ثلاث عقود ليست سفاقص هي الوحيدة التي عانت من التهميش كل من هم مرتبط عضويا بجهة السفاقص خاصة أنها تفتح الجنوب كامل لكن هنا ثم يروج لو أنت طالبت بشكل أو بآخر أن أهالي السفاقص يجب أن يهتموا أكثر بالسياسة وهذا لماذا أنا دخلت للعالم من الاهتمام بالسياسة والشأن العام لكن ثم يروج أنه بالنسبة للمجال السياسي هو حكر على جهات دون أخرى معناها ثم نوع من المركزية هذا تاريخيا لكن ثم يكون مازال يدافع فاقص هميشات من بعد اختيال المرحوم الهادي شاكر واختيال فرحات حشات فقدنا قائدين زعيمين فاعلين في السياسة وهذا تاريخيا وبالتالي ظلت الجيهة والجنوب كله مهمش سياسيا وحتى الملايات الداخلية كل من مثلا افلح في السياسة ونجح في العالم السياسة واخدم في النظام القديم والنظام اللي أقدم منه تلقاه عندما يذهب إلى العاصمة ينسى جهته وينسى أهله وينسى قبيلته وينسى عشيرته وينسى قوقريته وهذا مع الأسف كان شيء غالب على أهل السياسة الذين خدموا حتى لي كانوا مصفاقص وينجحوا السياسين والبعض هم يتعدوا على السواب عين عندما ذهبوا لخدمة النظام وخدمة الدولة كانوا لكي يتقربوا إلى صاحب السلطة والنفوث يقولوا الأسفاقص مريقلا ولباس وامورها هانية وتهنى سيد الرئيس ونحن مستعدين للرجع جزء من الميزانية وكانت فما تنافس يذهب لجزء من الميزانية مخصر الأسفاقص يرجعوها كسوة في الصحة أو في الإعلام أو في البيئة أو كذا أنا كنت نستغرب مرة كنت ننزل في صائفة من الصائفات ونبحث نمشي في الحمامات نتمشى أو نلقى أكياس القمامة يعني البرامل بتاع القمامة من أروع ما يكون منظم وتبرع من بلدي تسفاقص يعني بلدي تسفاقص في ذلك تتبرع على فاقدوا الشيء يعطي هنا توصلتنا باش نتحثوا بصورة مباشرة على المشاكل التي تعيشها جهة أسفاقص احنا تجولنا قبل ما تجاوبني تجولنا في بعض المناطق واسمعنا أراء بعض الناس كما نشوفهم أبعضنا نشاهدوهم ثم نواصل شنو أكثر المشاكل الموجودة في جهة أسفاقص احنا حاليا نتوى في سفاقص نعاني ومشكلة الوشواشة شلتوا عنا البلدية مقصرة وعلى الأخر شلتوا عنا نسكن في طريق سكرة ياسر وشواشة نمعشل رغضوا في الليل مشاكل متع الطلاوث البيئي كثر الزبلة والخدمة ما تخدمش على العوان البلدية والوشواشة كليتنا هنا بالحق كارثة وكارثة موجودة في سفاقص وخاصة الضواحين تها المدينة عطيقة وموجودة الوشواشة هذه وخاصة البلايس الداخل اللي فيها الماء وفيها الوناس اللي متصلاحة وثم اللي كنارات متتنظفش بسيفة استمرارية بدأت الحال شنو النتيجة اللي بشي تصير بشي تصير التاركم تالوسيخ ولا والساس موذي والجراثيم وبدأت الحال تشوف ما أنا شوف اللي بدنكي بيس معناها كده وانا يخدم يومين معنطم بستقر في بلاد العربي اللي هنا وناعرف هل 13 سناح في بلاد العربي صدقني عندي ثم عامين بريسك تقريبا بريسك عامين عمرة ما صارت اللي بسيخ هذه والحالة هذه والظاهرة هذه لأول مرة تسير أنا سفاقص فيها برشا مشاكل مثلا تلو تركتشوف بعيني كل شي مسخ الدبان حالة الدبان موجود ياسر وزيد الواش واش موجود الحصيلة والله ينتمنى البلدية بس زيت تخدم شوية شوية الحمس باش ما تبتجد دنيا خمجة لأن الخمجة دارة هي مرض في الإنسان سفاقص شهدت طيلة الفترات المتعاقبة ما شدناش معناها مشاريع كبرى لا على صعيد الترقات لا على صعيد تصريف المياه تلوث معنات مشروع السياب اللي هو قالوا مش نحيوه مازال فهمتني منعش وين وصل الحكاية هذه مشكلة معنات اسفاقص لابد من يجاد مرافع ترفيهية معنات فهمني كما مشروع تبرورة معطل وكل عام يتصب ميزانية المشروع تبرورة الميزانية هذه وين قاعدة تمشي الله أعلم البلدية وين ما تتحدث تكلم مسؤولين مسؤولين يقول لك ما هماش خدامة كل شيء كل ما ربوطها ببعضها المصروف المصروف البلدية المصارية المصروفة مع الدولة على البلاد على البلاد معناتها ما سماش زبلة وخروبة جي تكتب كدمة أرض يشدوك على زبلة وخروبة ورقة الماء تخلص لناس صحيح البلدية قاعدة تخدم وقاعدة من مجهود جبارة لكن كيم يقول مثلا الواحد ما عندوش عشر ايدين يزم شوية مواطنين يتحسوا شوية والبلدية تزيد تعطي إضافة أكثر من اللي تعمل فيه وإن شاء الله شوية منهم وشوية من نحن بذل الله نوصلوا الحل عملنا كونتونيرات زادة في جات صفاقس المفروض البلديات البلديات كل يعني الكثيرية ظلهم عملوا كونتونير تلقى البلديات باللربة بالخمسة فرغين وتحت منهم ما يعبي عن شاحنة معناه ترسين في عوضة نهزوا وكل الكنتونيرات نزوهم معناه يعبيهم الكاميون ويمشي ترسين باللربة عمل يقدوا يعبوه بالنص ساعة هم يعبو فكل فواذل صفاقس كاملة لو ناس كاملة متصفاقس خدمة مذنماش نقص هيس الخدمة ولو ناس مش قادة تاخذ الخدمة راي مش قادة تاخذ الخدمة واحنا تعبين يسر نقصين خدمة يسر نقصين ماتيريز زد أقدم زد الخدمة اللي عنا طوى كبروا سيئ هيك عن لونتريت هيك عن لونتريت أنا قريب لونتريت فهذا كبروا معاشر لونتبو متاح مكما كان عشي يزنال تالي مطا لا استعبط يزم تجديد معناه تجديد سوى الأسطول معناه بتاع الكوامن نور هكاكة ونضف البلاد ما فماش نضافة بصراحة في بلاد العربي ماش هذي النور ما معلم معلم سفاقص بلاد العربي هي توراث علينا المحاوظة عليه لكن سيبت إزب اليسر إنهوش بالعام ما تنضافش الفيران رد ترتع في الليل كل اللي فيران عاود بلاد العربي تتحوس وطول ما ردت لما كان الفيران تتحوس واللي حبي يشاهد يتفضل والمشاهد أقوى دليل في المحادلية نحب بلادنا ونحب معنا الخيرات ونحب نضافها للبلاد متاعنا لكن علينا بمسؤولين معنا مختصين يحاولوا بس يعينونا على المحافظة للتراث هذي الثمين معنا البيب هذي كان من أحسن للأبواب التراث معنا كان تجي سياح تجي تصور فيه خصيصا البيب هذي لكن بتراكم الزبل والخمج حرقوه كان معنا في بلاد العرب البيب هذي وتشوفوا وتلاحظوا الزبلة لحد الآن ما زالت معتام بتراكم الاكتظاظ اللي تعاني منه مدينة اسفاقص اكتظاظ كبير مشاكل تصريف المياه معناها هذه مشكلة زادة وقت الأمطار اسفاقص تغرق في الأمطار الدولة دي ما تسعى والبلاديات تسعى لكن ما يكفيش ما زالت ما زال يزمهم يخدوا وما زال يزمهم يهيئوا البلاد أكثر طويا كي يسرا كموفمان والواحد بالسماء يشق وترى وفي الدنيا كيف يشحط الكياسات الواحد بالسماء وقت مطر وقت مطر يعني الواحد بالسماء يتعدى ما يقع من يمشي يتعدى ما يقع فيه نمشي لا ليسي لا مكتب ولا فاق ما يحترموش الإشارة الضوية ما يحترموش الأولوية والمترجلين فمشي ولا عنده كهربا كأنه وعنده طيارات تذاذ المرورية أكثر حاجة شنية هي تعطيل الوقوف في الصف الثاني فهمتها وتقصير من بلدية ما ثماش علامات وما فماش كالأخذ الاحتياطة السيرتوس صايق أخذ الاحتياطة اللازمة هذه ومترجل فوق من هذا المترجل زالة إذن سيسكندر كنت تتابع أرأى الناس مشاكل متعددة متراكمة لو نحاولوا أن المسوا بعض الجوانب المتصلة بهالمشاكل هذية شنو اللي خلاها توصل للحجم اللي قاعدين نعيشوه اليوم ولينذر بخطر كبير باش ما نقولش أوبيئة باش ما نقولش أمراض باش ما نقولش أشياء معاش في إمكان المواطن أنه يتحملها هو الحقيقة كي ما قلت لك مشاكل هيكلية هذه نتيجة اليوم لهذه المشاكل هيكلية اليوم الأزمات الرئيسية مشاكل هيكلية شمعناها اليوم عنا تدهور عمراني كبير تدهور عمراني هذية اسفاق استعيش شغب عمراني بسبب انفيلات في البلديات وترتيب حتى من قبل ما كانتش فما نوعا ما من حزم في تطبيق القانون والشغب العمراني اللي شفناه سوى في الارتفاعات في الأنهش في المسافات اللي تخليها للبيتون يعني ثلاثين سناء عشنا شغب عمراني وما زلنا نعيشه الآن والانفيلات اللي صار بعد ثورة شغب عمراني شديد اليوم مشروع تبارورة اللي هو كان كل الناس تتمحلوا بشكون متنفس على مدى على 400 هكتار ممكن يخلق نوعا ما من مكان جاذب مريح مبني مدروس تعطل على 30 سنة في التراسات ونوعا اسطورة اسطورة اليوم سفاقس الجديدة وما عاشته وما تعيشه وتقسيم 23 ومشاكل الموجودة في بنيا تحتية اليوم حتى تصريف مياه الأمطار لم تحدث لم تتو شفنا في الأمطار الأخيرة عندك مشاكل هذه المشاكل الهيكلية اليوم الصرف الصحي اسفاقس من الولايات الأقل ولايات اللي مربوطة بالصرف الصحي وقاعدين نمشيوا بنظام بمتاع الجدود نقبل عمل إنشاء وعمل بالوع وفي الجنان والزبلة تخليها في الواحد وهذه اليوم يعني مقاش ممكن بالامتداد العمراني والكثافة السكانية مقاش يمكن أنك تواصل تعمل بالطريقة هذه لأنه النب معناها ممكن تضرب وممكن معناها اليوم تولي أمراض تحت الأرض وممكن السفاقس تغرق أصلا أنه هي أرض منبسط تغرق حتى في الأوساخ المتاحة اللي قاعدة تصرف بطريقة ما هيش طريقة علمية مع أنه في فترة ما كنا نقول أنه السبب هو تمركز حول بابحر بابحر حولنا الإدارات وتحولت الولاية دعنا نواصل معك في التحيي اليوم السفاقس تعيش كذلك طرقاتها مقاش تتحمل المشاكل الاختناقات مورورية هذه كل الأشياء يعرفوها المواطنين وبالتالي إذا كان حللنا وقلنا أنه الأسواق في السفاقس كذلك تعيش فوضى ما هيش نظمة ما هيش مرتبة اليوم أحد أهم عناصر اللي يقيسوا بها التنافسية تونس تراجعت تونس الجمهورية تونسية تراجعت من مرتبة 40 لمرتبة 82 في التنافسية لأنه كل الأشياء اللي نحكي لك عليها الأسواق وأسواق البضائع وأسواق السلاع وأسواق المال وكذا كلها تحسب لها يعني معايير تحسب بها في العالم بشتقيص التنافسية وبالتالي المدينة قاعدت تفقد كل يعني ما يمكن أنه تنافس به وليستطاب فيها العيش وأنه تستجدب المستثمر الأجنبي وتستجدب المستثمر من ولاية أخرى بشي يجي ويستثمر في هذه المدينة عنا كذلك التلوث يذكرونه مسكالت السياب عنا المستشفيات المتهالكة المستشفى جامح ببورديبة وشفنا في الأمطار الأخيرة كيفاش السقف ينهار والفوضى لتعيشها المستشفيات حتى العمل البلدي العمل البلدي اليوم بعد الثورة يكون المفروض نحسه نوعا ما من انتعاش لكن فما منظومة كاملة قديمة متمردة الآن ما هيش حابة تشمر على ساعدها وتخفف على المواطن وهناك كذلك النقابات واتحاد العام تنسي الشغل في مزايدات نوعا ما يعني ما شفناه في مساحات حتى مساحات خاصة ما شفناه في مستشفى لهاديشاكر من تمرد وظلم للمنظومة الصحية والظلم للمواطن فهناك فضيحة بيع أكيس الدم وكلينيك مني ومساحة مني ومؤخر نظهر لي صارت له مشكلة مساحة مني تحس اليوم سفاقس عقبت في العهد الماضي من قبل الحكم مركز الحكم والآن سفاقس تعاقب وتحاول أن تركع وتعاقب من قبل الاتحاد العام تنسي الشغل يعني اليوم هناك بالفعل أنا من هذا أنا أتجرأ وأقول أن الاتحاد العام تنسي الشغل ونقاباته انخرطت في لعبة أقل ما أقول عنها لعبة قذرة لمعاقبة سفاقس واسفاقسية لأنهم معناها ومحاولة ابتزازهم وابتزاز رجال الأعمال بحيث ابتزوا في السابق وفلحوا والآن جاءت الثورة فوقف الابتزاز لكن ما رعنا إلا أنه ما زال هناك نوعا ما من الظلم والتمرد على ما ينفع الناس لكن قوة اتحاد الأعراف لا اتحاد الأعراف لا يمكن أن يخلق توازن قوة لأن اتحاد الأعراف عانى من المشاكل حتى المؤتمر الجهوي الأخير اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية شابوا كثير من اللغط وتم في ظروف صعبة وظروف بلطجة وظروف قلة الشفافية وقلة معناها الديمقراطية في الطرح هذا الكل هذا الكل يأثر على السفاقس يأثر على وحدة رجال الأعمال يعني اليوم لم يكن تجرد للجهة لم يكن ناس مستعدة تتعاون بكل الاختلافات الإيديولوجية لكن الإيديولوجيا دخلت والسفاقسية شعب أو متجانس نوعا ما محافظ وضع ثيقته في طرف مع طرف معين فبالتالي هذا التوازن الإيديولوجي التواجن السياسي خلت له أطراف معناها سيسته وكان بالأحرى أنه السفاقسية الكل في مركب واحد ظلموا على مدى 30 عام لا يمكن أن نزيد الطين بلى نقاوج معها ترفع في قضية على النيابة الخصوصية تحاول تربكها وتربح القضية في المحكمة الإدارية ويحب ويرجعوا من حقها أنها ترفع من حقها وثم النيابة الخصوصية من حقها لكن كان المفروض أن نحط اليد في اليد ويكون تدار الشأن المحلي الشأن المحلي لا تنسيش أنت مشكلة لن نرجع لها لا تنسيش اللي نعيش فيه مسار مرحلة انتقالية وهذا اليوم في الحقيقة قلبي يوجع كنشوف فيتير بشكل هذيئ ونشوف الناس تعاني من القمامة القمامة عناد منها نيابة الخصوصية القديمة وكان عام ثم أضراب في مصبات القمامة ومن قبل المتساكنين اللي يطالبوا بنقل المصبات هذه ومن يطالب بتعويضه على الأرض التي كانت تحطت كمصب ويدعي أن الأرض هي على ملكه ثم نيابة الخصوصية ما زالت تعاني من المصبات وتعاني كذلك وهك لش خلى اليوم المدينة تغرق في القمامة تغرق في الفضلات كذلك نحب نحكي في المحركات الاقتصادية المحركات الاقتصادية من ميناء مضروب من مطار ما هو الشيخ دمك ما ينبغي لولا أنه سيفاكس والقطاع الخاص تشجع وبادر رغم الصعوبات وحير وحرك شوية المطار لكان مطار مبني انفرستركتور يصفر فيها الريح كما يقولوها وخاوية على عروشها هناك المنطقة اللوجستية احلمنا بها اليوم الميناء اللي يكون على مساحة مئتين هكتار اللي هي نضيفوها للمشروع ستاد ومشروع المستشفى الجامعي اللي ماشي صير غادي وكذا هذه الكلها يعني معطلة ما صارتش وهي كان مفروض تخلق المتنفس وتحرك وتعمل حافظ اقتصادي للمدينة هذه تقريبا سكردا خلط الوقت زر فينا نحكي عليها بالتفصيل هذه ربما طموحات في حاجة لتحقيق ربما يكون على مستوى اجل لكن العاجل اليوم احنا تواعليش العاجل اليوم المستشفى واستاد والمنطقة اللوجيستية هذه عاجل بل المستشفى واستاد ثم مشكلة مطروحة ويعرفوها الناس كل اللي هي مشكلة السياب معناها منذ عقوده نس تسمع بانه مشكلة السياب مش تتحل انه السياب مش يقع نقلها انه السياب مش نرتاحه وعلى اقل لمدى زمني من شأنه انه يعوضنا الهواء اللي نفتقروا للنقاء متاعه احنا امشينا لوزير لوزارة البيئة ما اجمناش نحاول ونتصلوا بوزير البيئة لكن نتصلنا بمن يمثل وزارة البيئة وقت اللي اسألناها على مشكلة السياب كانت الاجابة متاعه كالتالي نسمعوها وماش نبدأوا بالحديث عن مشكلة السياب بصيفة دقيقة على الخطر يهم شريحة من الناس كبيرة ويهم جهة المشروع هذا شد تأخير كان من المقرر انه يتم غلقه في 2011 صحيح في أفريل 2011 قبل من نعطي ربما الاسباب لتخلت المشروع هذا يتأخر نعطيكم لمحة ربما قصيرة شوية على شنو المحتوى المشروع وشنو الاشكال الموجود الاشكال البيئي الموجود اللي خلي ربما نسرع بغلق مصنع السياب في سفاقس مصنع هذا مصنع قديم تقريبا انطلق في 52 وهو مصنع ينتج ثاني نسموه ثلاثي الفصفات الرفية اللي هي مادة تستعمل في الفلاحة تنجر على انتاج لمادة هذه انبعاثات غازية كبيرة وإفرازات متاع فوسفو جيبس وتم تكديس بجانب المصنع هذا اذا المصنع هذا يسبب مشكل بيئي وصحي واثبتت كل الدراسات والمعطيات على انه عنده تأثير صحي وبيئي واضح وبالتالي كان من الضروري انه نسعى جميعا الهياكل للدولة كل الى الى ربما غلق المصنع هذا وتم اتخاذ القرار هذا منذ 2009 تقريبا لغلقه وفي الواقع احنا ما نسموه تعطيل اما نسموه تأخيل لانه المشروع تقريبا ماشي في طريق الحلحلة او في طريق الغلق اما ثم تأخير معين صار في الفترة ربما من 2011 2013 لانه شنو المشروع بشيكون غلق مصنع وتغيير او تعويض الانتاج اللي ينجو مصنع الحالي في مواقع صناعية اخرى او مصنع جديد وتمت تقريبا لبعث مشروع مصنع المضيل الاثنين اللي في قفسها اللي هذا بشي حاول يعوض الانتاج يعني مش معقول انك بش تغيير مصنع ربما تخسر انتاج كمية معينة من المواد اللي هذي اللي تم تصديرها وبالتالي بشيكون مصنع نبدأ هو تحويض للانتاج الموجود اذن المصنع اللي بشي عوض هو مصنع انطلق في الاشغال تقريبا في اواخر 2010 اول 2011 بدأت الاشغال فيه صحيح ثم تأخير نظرا لبعض الاشكاليات الاجتماعية ومشابه تأخر الانجاز ربما بسنة او بسنة نصف لكن تقريبا تقدم الانجاز نتصور انه في حدود 60-70% تقدم وبالتالي المصنع هذا ربما يكون ربما يكون في ظرف سنة يكون جاهز حتى بشي عوض المصنع الحالي اذا سيسكندر كما سمعنا 2009 قرار 2011 عمل على تنفيذ القرار بعد حديث عن تعطل نقل السياب كما سمعنا في ظرف سنة قال يقع تحويل نشاط هذا المعمل تماما ما مدى ما مدى صحة مثل هذا الإقرار اللي جاء عن وزارة البيئة لما نتعامل مع مصانع كبيرة بالشكل هذه مصانع ضخمة وقرار إغلاقها أو تحويلها أو تعويضها هو قرار يعني ياخذ الكثير من الوقت والكثير من الدراسات احنا اليوم فوجئنا بالثورة الثورة اكيد عطلت المشروع وفكرة نقل هذا المصنع أو إغلاقه وتعويضه بمصنع آخر في المضيلة في الحوض المنجيمي هذا هو كان الحل السليم لكن في نفس الوقت هناك أبعاد اجتماعية يجب أن يتخذها بعين الاعتبار وهناك مرحلة انتقال ديمقراطي اللي دائما فيها نوعا ما من الاهتزازات والمشاكل اللي تعيق مشاريع جبارة بالشكل هذا وبالتالي اليوم أنا أرى أنه الميسانية رصدت وهذا شيء جيد لعمل مصنع يغطي الانتاج ويكون أكثر حديث أكثر لأنه هذا المصنع تم ترقيع على مدى 40-50 عام هو نحن الرقع في هذا المصنع هدايا اللي كلف تونس وكلف الجيهة آثار بيئية مدمرة كبيرة برشا يعني أنا اليوم لو كان نحسد ونعمل بيلان بين المضرة اللي عملتها الـ M.P.K. وسياب على جهة السفاقص وما ربيحته تونس من تصدير فوسفات أو تصدير هذه المواد ربما يكون البيان يعني متعادل وبالتالي المشكثرة أمراض معناها أمراض الفاتورة الفاتورة باهبة و يعني كيجاوز ويديين وتمت النقاش معهم في اللي مبيكا وطريقة إغلاقها ومفروض كان ينففوا بعد ما يمشيوا يعني هناك غلطات وهفوات عن حسن نية عن سوء نية عن قصد أو غير قصد سوف يحاسب التاريخ لما تفتح الملفات هذه سوف يعرف الناس من أخطأ في حق الجهة ومن أخطأ في حق الشعب المعمل الجديد المعمل الجديد أنا أتوقع أنه القرار تم اتخاذه ويقول لك حسب الفتيار المسؤولين أنا لست في صلط الإشراف لكن إذا كان فيه 60-70% أنجزت يعني هذا جيد وإحنا قال بيخدم المعمل لا لا قال إنجاز أنت تبني في المعمل تبني في المعمل أنت قاعد تبني معمل بشي تبناء بالضخامة هذه يأخذ وقت يعني المصنع بشي تعطيه للمقاول بشي يبني لك المصنع بالتكنولوجيا حديثة ثم إحنا ما نحبوش زادة اللي عانوا منه أهلنا في سفاقص يعانوا أهلنا في جهة الحوض المنجم وبالتالي يجب تكون مراصفات بيئية جيدة يجب دراسات بيئية جيدة كيف سننتخلص منه كل الأمور هل يجب أن ندرسوها بتروي وكذلك يجب أن ندرسوا بتروي الناس اللي قاعدين يعملوا في جهة سفاقص ماذا هو مصيرهم اللي مش يحال على التقاعد يخرج على التقاعد اللي مش مازال عنده ما يعطي ربما ينقل إلى المضيلة هل أهالينا في الحوض المنجم قابلين الناس يحاولوا باش ينتقلوا للمضيلة هل أهل اللي يخدموا في سفاقص اليوم مستعد باش ينتقل ثم نعيش اليوم ارتباك شديد السياب أنا أحد المشاكل تعطل كثير بعد الثورة الانتاج في السياب واعتصامات وكذا ثم شركات البيئة التي تكونت هذه أنا ذهبت آخر مرة إلى حوالي مصنع السياب ولا كارثة بيئية حقيقية أين شركات البيئة أين الموظفين هذول الـ 300 ولا الـ 400 اللي اليوم يخذوا في شهاري وقاعدين في ديارهم ومش قاعدين لا ينظفوا في الزبلة لا يقاملوا في التشجير لا قاعدين يعملوا بطريقة فاعلة في تحسين المحيط حي النصر اليوم في قريب مسياب يعاني مفروض الـ 300 ولا الـ 400 اللي يتعينوا فتسمعت حتى أرقام أكثر فمحا حتى 500 شخص متخصص في شركة البيئة وطالبوا أنه يتحولوا ويخلصوا مسياب وطالبوا أنه بحقوقهم وطالبوا بيرفع شهرياتهم هذن كانوا يخدموا وقبل كانوا يضربوا في الشهرياتهم وريق دين فاقبل الثورة طوى بعد الثورة تزادت لهم في الشهرية ولاوا معناهم رسمي ولاوا يخلصوا ويعتبوا ويكونونهم شركات حكومية بحيث يحب يقول لك أنا نحب نكون في القطاع العمومي لكن آثارهم على الأرض الواقع ما فماش هذن مفروض كانوا يهيئوا مساحات خضراء يغرصوا شجر يسقيوا شجر يشذبوا الشجر ينحيوا الزبل لكن كنتمشي أنت حوالي السياب كارثة بيئية بأتم المعنى الكلمة وبالتالي رجاء المسؤولين اللي في السياب والمسؤولين في شركات البيئة والموظفين اللي في شركات البيئة يتقيوا الله في الراتب اللي ياخذوا فيه والشهرية يحللوا الشهاري اللي ياخذوا فيه ويخدموا يثنيوا الركبة بش ينظفوا هكا المنطقة اللي حاول السياب على الأقل يستطيع بالعيش لغاية ما نغلقوا هالمصنع هذية ونشوفوا حل المساحة هذي كاش نعملوا له هكا الجبال الفوسفوجي كاش نلقوا له حال ذات سيس كامدر تعتبرشي أنه الخطأ الكبير اللي وقع اللي لازال يقع اليوم هو أنه ما كانش ثم وعي أو تفطن الحجم الكارثة البيئية اللي كان يعيشها المواطن يا زيدي ما هو قطلك المسؤول ما كانش في قدر المسؤولية والمسؤول لم يتم اختيار الأكفاء والكفاءة يحكيوا الآن على الكفاءة والكفاءة كانت قبل ما ثمش لا كفاءة وبل بالعكس ثم نوعا ما من الفساد ونوعا ما من قلة الوعي اللي تفضلت به وربما حتى التواطئ وكانوا ينقلوا صورة للإديمة بشي هو يكون عنده حظوة عند السيد الرئيس وعنده حظوة عند السيد الوزير ينقل لأن الأمور جيدة والسماء وزرقاء والعصافير تزغزق هذه هي الإشكالية بتاعت المسؤولين سابقا والآن حمده اللي جينا في الحرية فأنتم وسائل الإعلام قاعدين تصوروا وصورتوا مشاهد بالفعل مزعجة الإعلام يتكلم الأحزاب تتكلم الجمعيات المجتمع المدني تتكلم فما جمعيات كثيرة تعمل في صالح المدينة ويلزم تكون الناس تحط اليد في اليد بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية بعيدا عن الحسابات السياسية نحن الكل في مركب واحد سفاقس همشت وعانت الكثير والجهة عانت مناطقنا الصناعية فوضى مناطقنا الصناعية معناها غير مهيئة يعني اليوم فما مناطق صناعية في مناطق داخلية هذا كاليوم شيت للزريبة واحد وزريبة اثنين مناطق يعني تقارن مناطق صناعية تقارن بالمستوى الأوروبي في مستوى النظافة والشوارع والعناية والإدارة والتشجير احنا مناطقنا الصناعية كارثة هنا صاحب المصنع او صاحب المعمل احتيك مثال يا سيدي ليست صاحب المصنع معناها رجل الاعمال ما هوش هو مسؤول المناطق الصناعية لم تهيئ التهيئة الصحيحة حتى بودريير لم تهيئ يعني خصيصت لها ميزانيات صغيرة ثم مثمش سنديك السنديك اليوم احنا ثقافة السنديك غايبة في سفاقص لا سنديك عمارة ندفع السنديك كوميل فو ولا الزبلة والخروبة حتى الاهال يرون معناها شوية يتقارنطوا شوية ويحاولوا يربحوا فيك الزبلة والخروبة ما يدفعش ما يحسش بالمسؤولية متاعه هي المسؤولية مشتركة اليوم المناطق الصناعية المناطق الصناعية الأحياء الشعبية والأحياء السكانين مفيهاش معناها نوعا ما من تعاونيات أو جمعيات لجان أحياء ينظفوا يتموا راه هي المسؤولية مشتركة وحمل الجماعة عريش أنا نحب نقول مناطق صناعية تهيئ بسرعة أي نحكي الغريبة الغريبة بسرعة لأنه أرياف أرياف السفاقص لا لا أشوف الموضوع هذا ما فمش بسرعة أرياف على خطر الوقت يزربنا نحن من مشاكل أخرى أنت حليت الجرح ما نجيبش نحل الجرح لا أنت حليت الجرح أنا نلمسوا أي أنا نلمسوا ديومنا نحب نحكيه على الأرياف الآن نحب نعملوا منطقة صناعية في دخان وعندنا منطقة صناعية في الغريبة الآن 12 نكتار تبنيت خطأ معناها ما فيهاش ريزو أو ناس والآن يظفر فيها الريح لوروبي موجود والبردورة موجودة والإنارة العمومية موجودة والبوتو طايح بالريح وهي ظفر فيها الريح حتى مصنع لجاز تقر في زونة انديوستير الغريبة الغريبة مدينة على بعد 45-50 كيلومتر من سفاقص اليوم تعاني من الانكماش السكاني عداد السكان قاعد ينقص وهذه آفة كبيرة أريافنا تعاني وتوازن ديموغرافي وتوازن ديمختلال كبير ثم الفلاحة مضروبة بالجفاف يلزم الآن هي منظومة كاملة واللف كامل يتحل اليوم المحركات الاقتصادية في سفاقص مضروبة وزادها الطين بلى الإضرابات والاعتصامات والبلطجية النقابية اليوم هي زادت الطين بلى في هالجهة هذية وقعدها تعطل في التنمية في الجهة هذية وبالتالي اليوم كذلك الترفيه الترفيه والثقافة غاية في سفاقص أهم ليس نأتي له الموضوع هذي لكن قبل من مرور أنا قاعد نعدد معاه نحب السادة المجتمين أنا قاعد نشوف في اليوم المشاكل المطروحة نسفاقص ليس مشاكل أزمات 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 رئيسية تعيشها ثلاث أزمات ثلاث محاور لأزمات كبيرة نلخصها باش السادة المشاهدين يتبعوا هي التدهور العمراني والشغب العمراني تعيشون من دينة والبنية التحتية المضروبة المحركات والحوافز الاقتصادية والمعطلة شبه غائبة واليوم عندك الترفيه مضروب والثقافة مضروبة والسينيما اللي كنا احنا صغار نمشيه وسيني جوناس وسيني سبوري ترافاي وسيني معنا هذيك اليوم مسالك الترفيه عمال مضيق عمال مضيق والمسرح الصيفي متاعنا حتى ميزانيته اللي رصدت له ما تمتش وبالتالي بناوة قعد مضربوش قلم دهم يجي خمسة أو ست سنين قعد هكك باللون متاع السيما مجموشة هنا في الأزمة هذوما انغيبوا أزمة حقيقية يعيشها المواطن اليوم في اسفاقص بشكل كبير ولا زالت إلى يوم الناس هذا اتمثل مصدر احتقال اللي هي أزمة النقل هنا اتوجهنا بالسؤال لوزارة النقل حول ما وعد به اسفاقصية من دعم الأسطول متاع النقل بالحافلات نسمع الإجابة ثم نفتح ولو على سبيل الملامسة مشكلة النقل وأزمة الاكتظاظ المروري في جهة اسفاقص الموضوع اللي قاعدين نتحدث عليه اليوم واللي صارت عليه ضاجة إعلامية هو يتعلق بصفقة حافلات شركة الجهوية للنقل باسفاقص اللي سيد لوزير كان أعلن عليه في زيارته لولاية اسفاقص في بداية السنة وبالفعل تم يعني الانطلاق في طلب العروض في فيفري 2013 اللي نحب أن نقوله هو أن صفقات هذه ما تتمش على مستوى وزارة النقل وزارة النقل توافق على الميزانيات وتدعم الشركات الجهوية ثم كل شركة تتلهاب الاقتناءات متاحة كل شركة هي تتولى اقتناء الحافلات اللي تخصها في نفس التمشي يعني سمحنا للشركات الكل أنها تنطلق في الشراءات متاحة بالطبيعة فم إجراءات قانونية بمعنى هذه الشركات عمومية وتخضع إلى قوانين وتراتيب معينة في إجراء طلب العروض واحترام المنافسة وكراس الشروط هل الإجراءات هذه تم احترامها باش تكون صفقة قانونية جميع الشركات انطلقت في طلبات العروض والشركة الجهوية لنقل العروض متاحة في فيفري 2013 بعض الشركات تمكنت من أنها تكمل طلب العروض متاحة وتوصل وبالفعل بدنا نشوفه في حافلات وصلت الشركة الجهوية للنقل بالزرد الشركة الجهوية للنقل بالكيف الشركة الجهوية للنقل بجندوبة الشركات الجهوية للنقل بمدنين إذن ثم شركات بدأت تجيها حافلات وحافلات جدد وتمكنت من أن الحافلات متاحة تصلها قبل العودة المدرسية متاع 2013 للأسف بالنسبة للشركة الجهوية للنقل بيسفيقس ما تمش هذية وهذية ما هو شي موضوع لا راجع للإرادة من وزارة النقل ولا الإرادة من الشركة الجهوية للنقل بيسفيقس اللي أعلن عن رفض يعني طلب العروض هذية أو طالبنا بأننا نعود وطلب العروض هذية هو اللجنة العولية للصفقات في أوت 2013 لجنة العولية للصفقات أصدرت قرار بإعادة طلب العروض هذية وطلب العروض هذية كان غير مثمر فما إشكاليات كما نعرف أن الحافلات التصنيع متاحها يصير في تونس وحنا لدينا مصنعين قاعدين ندعم فيهم بأن طلبات العروض متاعنا هي موجهة للمصنعين التوانسة وبالتالي صارت إشكاليات في طلب العروض هذا وفي كرس شروط وما تمكن ناش باش نوفق ما بين الشركة وما بين المصنعين يعني الشركة كانت عندها كرس شروط أني ما استجابلوش من المصنعين وبالتالي طلب العروض كان غير مثمر أحنا متوقفناش في هذا ولكن أحنا ملزمين أن نحترم الإجراءات رجعتنا الشركة الجهوية للنقل بسفيقص بالقرار هذي اللي صار بالنسبة لجنة العولية للصفقات وقررنا إعادة يعني طلب العروض وطلب العروض هذي بالفعل عودناه من 2 سبتمبر يعني القرار جاء في أوت قرار اللجنة العولية للصفقات وأنه العرض هذي كان غير مثمر في أوت واحنا عودنا هالطلب العروض هذي في 2 سبتمبر وقعدين نتابعوا فيه وبيحاول اللي الحافلات هذي بش توصل اللي عددها 38 حافلة وزدنا دعمناهم ب 16 حافلة صغيرة الحجم يعني طلب العروض الأول هو في 38 حافلة طلب العروض الثاني اللي بش يخذ نفس عدد الحافلات هذي وبش يضاف لهم 16 حافلة من الحجم الصغير وبالتالي لخوفة على هالموضوع هذي إذن سيسكندر هذا رد وزارة النقل على دعم أسطول النقل بجهة اسفاقص هذا بقطع النظر على أزمة الاختناق المروري اللي يعيشها الإنسان في اسفاقص يوميا هو تعليقاً على ما ورد على لسان ممثل وزارة النقل يعني يقول أنه عروض لكل شركات النقل الجهوية في الجمهورية التونسية وقدمت طلب عروض في فيفري 2011 ومن فيفري 2011 إلى أوت 2013 من فيفري 2013 إلى أوت 2013 باش تجاوب لجنة المناقصات لجنة العليا المناقصات وتجاوب كان اسفاقص تقول لها رأيك أنت مرفوض المناقصات متاعك وعود مناقصتك من أول جديد الحقيقة هنا نحط علامة استفهم وعلامة عجب ونخلي اليوم ماذا بنا الشركة الجهوية لنقل في اسفاقص ممثلها يقول لنا شنوها وين وقع الخلل علاش بنزرت تهبطلها الكيران متاعها ونابل تهبطلها الكيران متاعها وولايات أخرين تونس تهبطلها الكيران متاعها واسفاقص المنكوبة في الماضي تقعد يساعدوا بالحكاقة المنكوبة في الماضي تقعد يساعدوا منكوبة تو وبالتالي الوحيدة التي يأتي عليها الآن العودة المدرسية وهي ما زالت بسطول متراهل وهذا أنا نحط عليه علامة استفهم هل اسفاقص كتب عليها أن تعاقب حتى بعد الثورة لهذه المدينة التي قدمت الكثير لتونس وهذه الولاية التي قدمت الكثير لتونس اليوم الولاية هذه يعني بعض الإحصائيات هذه الولاية عندها 40% من الناتج مثلاً الثروة الزيت الزيتون عندها تقريباً 30% من ثروة اللوز من الناتج القومي عندنا اليوم في الصناعة متاحها تمثل تقريباً ثلاث مؤسسات الصناعية الكل موجودة في اسفاقص منهم 25% 20% الصناعات الميكانيكية معناها دورها كبير في مجال الإقتصاد كذلك مجال الصيد البحري ثمانية موانئ في اسفاقص 20% من المنتوج الصيد البحري يأتي من اسفاقص رغم البحر متاعنا مضروب بالتلوث ومضروب هذا دليل على أن هناك نوع من الإنسان في الجهة يحب العمل ويعشق العمل وعنده هذه قدرة تنافسية جبارة ويحب يبادر ويحب يأخذ بالمبادرة لكن مع الأسف إدارياً ولجنة مناقصات وقوانين ومنعرف إيش وكذا يخويا أعطينا ميزانيتنا وخلينا نعملوا مناقصاتنا وحدنا ونجيبوا بكيراننا من تون نحبوا يخويا شروط معينة إذا كانوا يحبوا شروط معينة تلتزمونا بالشروط نحبوها لكن أنا منيش مطلع على فصيل الملف لكن من الفيتيار نحط علامة استفاة وعلامة تعجب نرجع للإكتظاظ المروري الإكتظاظ المروري هذين يلزموا جرأة ويلزموا خبراء على مستوى عالمي بش يجيوا يدرسوا ظاهرة ظاهرة الإكتظاظ المروري ونحاولوا نعالجوها بكذلك بإشراك أكبر شريحة كيف نقول نعمل استفتاء كيفاش بش نحلوا المرور هذين لأنه ما يمكنش يتحل لهذا يعني اليوم أنت بش تحاول أنك تبني طرقات جديدة ولا بش توسع طرقات وكذا مش تضطر تزيد في فترة مش تعيش صعوبات ولا مش تعمل أنفاق ولا مش تعمل جسور مش تعمل مش فهما حلول الآن ناس تتناقش كي تبدأ تمشي للديار يصهروا لأنه ما عنا شوين نصهروا سفاقسية لعنا نصهروا في الديار نبدأ ونحكيه واحد يبدأ يقول لك أنا كيفاش بش نحل الطرقات هذين ولأخر يقول لك كيفاش بش نغطي الحزام وتع القصة نمره أربعة يجب أن يضغطها بش نواسع وثنية ولأخر يقول لك نعم وثنية تتطلع وثنية تهبط يعني فما حلول هذا في الإطار الذي نحكيه فيه ثم حتى دعوات ما يسمى اليوم بصفاقس المزيانة معناه يا حاسب رأيك شنوه شنوه ينقص صفاقس اليوم بشتوه اللي مزيانة فعلا ينقصها وحدة أولادها ووحدة رجال أعمالها ويتوحدوا حول رؤية واستراتيجية واضحة لأن المشاكل الهيكلية يجب أنهم استراتيجية شجاعة وستراتيجية جريئة وستراتيجية التي تعملها اللوبيينغ عند أصحاب القرار التي يتحكموا في وزارة المالية في الميزانيات ويصرحوا في الميزانيات اليوم نمشي في طريق بين مثلا بير علي ويربط بين بير علي وولاية سيدي بوزيد البرسالي من بير علي لحدود ولاية سيدي بوزيد كارثية كارثية بيعتم على الكلمة ونبحت الوالي القديم قتله أفعل بسرعة لأن حوادث قاعدة تصير وكذا وبعد كي توصل إلى سيدي بوزيد من حد سيدي بوزيد لغاية مثلا أول قرية اللي هي رجاب مثلا الطريق أحسن من الطريق اللي في جيد ساكل فأين أصحاب القرار في الولاية علش ميضربوش على الطاولة علش مينطروش بارتهم ويجيبوا ميزانياتهم ويصرفوا ميزانياتهم ويعملوا اللابينغ في الواحد لأنه اليوم في الأخير هو ماذا ما تفعله في الأروقة وراء الكواليس باش أنت اليوم تحقق التنمية وتحقق الجيهتك ما تصب إليه وما يصب إليه سكان الجيهة إذن هنا سيسكندر تعتبرش أنه الأمر يتعلق بقرار سياسي قبل ما يكون أي قرار آخر فاصل ثم تجيبني على سؤال هذائي إذن هكذا مش ندخلو في حديث السياسة سيسكندر هل يرتبط كل مشاريع أصفاقص ولي تحتاج أصفاقص قرار سياسي اليوم أكيد أكيد السياسة هي فن الممكن وفن إدارة شأن العام وشأن المواطن هو المحور الأساسي من أجله قامت السياسة وتأتي هنا السلطة لأنه إن الله يزعب السلطة ما لا يزعب القرآن تجم تشد كتاب تعمل كل نهار ثلاثة يام ختمة وتدعو الله لكن اليوم إذا ما يتبعش ذلك عمل إذا ما تعقلهاش ثم تتوكل إذا ما يكونش فما هناك قرار من سياسي واضح وهناك سياسيين ما يكون الجميع يخدم السياسيين اليوم ممثلي الجهة اليوم اللي انتخبهم الشعب في المجلس الوطني التأسيسي كان مفروض يكثفوا من نشاطهم وجهودهم من أجل الجهة ويحلوا مشاكل الجهة نحن لدينا مشاكل في الصخيرة اليوم وهذه المشاكل الآن نبهت لها أكثر من ستة شهور كان مشاكل تتحل بإرادة سياسية لا تصل الصخيرة إلى منطقة احتقان شعبي واجتماعي بسبب 16 شخص ظلموا وقهروا وواضح أنهم ظلموا وقهروا لأنه بوقت جاءت الثورة تم اتفاق وتصحيح مع هذا الجهة أنهم يلتحكوا بمؤسسة مثلا ترابسة وترابسة قاتلك أنا محتاجة ناس إذن القوانين البالية اللي خلاها بن علي المعيقة كما عملونا في مناقصة الليبيوس والحافلات عندنا شركة النقل جاءوا قيدونا بقوانين بالية ما أنزل الله بيمن السلطة معيقة ريجيد جافة هذه القوانين جاءوا تبقوها كالسيف بدون ما هناك أدنى اجتهاد واليومة عاشت صغيرة فترات احتقان كبيرة وما زالت تعيش بسبب اليومة تم اختيار أكثر من أربعين شاب من عدة عمادات ستين تقريبا من عدة عمادات مهمشة وفقيرة بالتوافق في الجهة باش يلتحكوا بالسياب ويلتحكوا بالشركة الهندية ويلتحكوا بالترابسة لكن فيما ستاش ظلموا وقهروا والآن هذه تقع ديما بؤرة توتر وبؤرة هذا جاء القرار سياسي معناها بعبارة أخرى ما تمش الشجاعة السياسية لا أنا شو نقول نحب نستوضح حول النقطة هذه بالذات ما تمش اليوم قرار سياسي أو ثم يا سيدي هو القرار سياسي كيف يصنع القرار سياسي القرار سياسي يصنع الرأي العام يكون أن اليوم ما تمش إنسان عرقد وحلمه وقام صباح هذا قرار سياسي القرار سياسي تعمله اليوم اللو فما إرادة سياسية لو أفنتر وآرا وتحل مشكلته مش شركة سياسي جديدة مش تفلس تو من جرة الإعاقة هذه و الأمور الإدارية البيروقراطية اللي مكانها كسر و مكانها كراوح لو هناك إرادة سياسية لتحلت مشاكل صخيرة هذا بأنها ما تمش قرار سياسي يقولونه في كل جهة في جميع الجهات كمالوا أنوا يحبوا يوصلوا صورة أنوا راهوا مش من مشمولات النواب أنهم يحقوا المشاريع الاجتماعية ويحلوا المشاكل قدر ما تكون من مشمولاتهم هو كتابة الدستور لا لكن صحيح كتابة الدستور لكن الاهتمام باللي كونستيتيون تحملي اللي يطلعون من الواحد ومشاكل الجهة تحملي لكنها تولد أنت على الأقل ما تهتم لكن ادفع أصحاب القرار السياسي لكي تجعل المشاكل الجهة دائما تطفو على السطح تطفو على الرادار شاشة الرادار تدفعها باللقاءات بالتحسيس يجب أن تهرس بابط في الأروقة أنت كمجتمع مدني كيف لا تفرض على السياسيين المثلون أنا بصوتي بح لكن مع الأسف في بعض الأحيان نجحت وفي بعض الأحيان فشلت في بعض الأحيان حسست وفي بعض الأحيان لا حياة لي من تنادي يعني الموضوع تحركنا فيه وحسسناهم بأن وجوب الحل للقضية ألاميابل بالأربيتراش ليس لازم نستناول القرار لأن القضاء يطول والشركة قاعدة تغرق والمنطقة هذيكة قاعدة تكون في بؤرة وشواشة وبؤرة تلوث بجنب جامع سيدين لغمي وبجنب كذا يزمن لقوا حل لا يجوع الذب ولا يشتكي الرعي ناس كنوا توافقوا حول حل هذا ما فهمش إرادة وزير الثقافة خايف ومرتبك ومرتعش تمشي لرئاس الحكومة تمشي للمستشار الشؤون الاجتماعية في رئاس الحكومة يقول لك أنا الموضوع عن القضاء خلي القضاء ياخذ مجرع ما تدخلش في القضاء ييه ما خلتلكش دخل في القضاء أنا لكن أنت حاول أنك تتفاد القضاء وتعمل أربيتراش ألاميابل نحلوها في الترمجلس ويزاري واضح هذه اليوم ما تماش الصخيرة كيف كيف في وزارة التشغيل ووزارة التشغيل حاولت تتعاون لكن اصطدمت برئاس الحكومة هناك نوعا ما من منظومة قديمة مازالت مستمرة إلى حد اليوم مازالت عقلية قديمة عند السياسيين الفوق ماذا بيهم يقدموا ماذا بيهم يقدموا شيء ماذا بيهم ياخذوا القرار لكن في بعض أحيان تنقسم الشجاعة وبعض أحيان الأخرى الماكينة من لوتا تعيق فيهم ومتخليهمش ياخذوا هذا القرار وهي سيف مصلت على رقبتهم تقول لهم إذا باش تاخذ القرار هذا أنت مش تحمل مسؤوليتك وبالتالي هو يخاف ويوخر التالي هذا هو موضوع القرار السياسي والإرادة السياسية اللي مازالت مش موجودة أنجيك سؤال مباشر سيسكندر سيسكندر حزب النماء والسلم سلم ونماء تحرف الوطن السلم ونماء ثم حركة وفاء لا لا ثم حزب الأمان دمجنا وكونا حزب الأمان ثم ثم محاولة للإندماج مع حركة وفاء توجد بالفشل والآن سيسكندر القيق مستقل تموجات هو ناسي يقول لك أنت قاعد تنقل أنا مش قاعد تنقل لا نقل لا نقل نحن نفهم أي أحنا كونا التحالف الوطني السلم ونماء خذنا تجربة الانتخابات عرفنا قدرنا كلمنا لحيط نبيلنا قلنا إحنا حزب صغير مستحيل بشنا قاعد نعيشه كحزب صغير ولا لنا فرصة أنه نعيشه فقلنا خلينا نندمجه حاولنا نخلق الاندماجات وكانت من البداية أحزاب تشهد انقسامات ونحن نبحث عن الاندماجات يعني حزب الحاكم السي بير انقسم إلى ثلاث أحزاب الحزب الجمهوري صار فيه اندماج ثم صار فيه تفرقه من أول وجديد وتفرقه لان جوز مشى نيدا تونس وجوز مشى رجع الأفاق يعني أنتم مقيتوش الموقع أحنا حاولنا نندمجه واندمجنا في حزب الأمان وحزب الأمان أنا لي الشرف أنه كنت أحد الفاعلين في تكوين حزب الأمان وهو نتيجة اندماج ثلاث أحزاب واليوم الحزب مازال قائم وعنده نواب في المجلس الوطني التأسيسي وحزب اليوم يشارك حتى في الحوار الوطني سيسكندر لا 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 لأنه كثير لذيق الوقت في حزب لا لا لأنه كثير النقطة هذه التي أثرتها ضروري أن نضع ثم بعد حزب الأمان بعد مدهاء الاندماج النجح قلنا نخل قول بولدناج إذا نكمل ونصف الاندماجات فقلنا أنه نمشي ونندمجه مع حركة وفا هي في قضية الزعمتية في قضية شكون من عندي وشكون من عندك في الهيئة التأسيسية وبعدين حزب الأمان اتردت واخذ قرار أنه يأجل الاندماج ومجموعة قالت لا نمشي في الاندماج وصارت هناك الهوة بدأت في حزب الأمان مجموعة قالت نمشي ونجربه الاندماج مع وفا ومجموعة قالت لا خلينا نحفظه على حزب الأمان هنا صار اختلاف في الرأي فمجموعة مشيت حاولت تندمج مع حركة وفا فشلت فأغلبها بعد هذا الفشل طررت أن أعتزل الأحزاب كلها وأركز على العمل الجمعياتي الذي ينفع المواطن مباشرة ويحاول أن يبتعد عن الريد تايبس يعني البيروقراطية المعيقة وبالتالي الجمعية ممكن أن تكون فاعلة أكثر وما تنتظر قرار سياسي يتلوج عليه أنتي واللوج عليه الكثير من الناس وتحاول أن تكون فاعلة في الميدان وجمعية السلم والنماء الحزب اللي كان حزب اسم التحالف الوطني السلم والنماء تحول إلى جمعية وما زلنا ننشط من خلال هذه الجمعية مع مجموعة اللي آمنوا بأنه اليوم التجرد ضروري في قضية نحن لا ننشط مناصب لكن مع ذلك هناك من يعتبر أنه اسكندر القيق يدافع على مواقف حركة النهضة ويدعم المواقف هذه والله يشوف اللي يدافع على الشرعية اليوم هو في الحقيقة يدافع على مبدأ ديمقراطي فالآن إذا أنت يدافع على الشرعية فأنت متهم بولائك للنهضة أو للترويكا أنا عندما أدافع عن الشرعية أو أدافع عن أن الحكومة هذه لا يجب أن تحل وهي حكومة شرعية ما يحلها إلا المجلس التأسيسي اللي هو كونها بقرار منه أو هي تقدم استقالتها أما بالضغوطات فهي مواقفي واضحة أنا أدعم الشرعية وأدعم أن الذي جاء بالانتخاب لا يمكن أن يخرج إلا بالانتخاب وهذا هو مبدأ التداول السلمي على السلطة إلا أنه اليوم عندما أنت تقول لا للتجارة بالدم لا لا استغلال الاختيالات السياسية والعمليات الإرهابية بيش تحقق مكاسب سياسية أو سياسوية لا لأنك أنت اليوم تتجنى على الشعب التونسي اللي يختار في 23 أكتوبر مجلس يمثله وهو أعلى سلطة اليوم في البلاد وهو يمتد شرعيته والسلطة من الشعب عندما تقول كلام هذايا عندما أنت توافق 3 أرباع اليوم يمثله 162 نائب في المجلس الوطني التأسيسي 3 أرباع يمثله 74.85% بالضبط وفهم 52 نائب منسحبين يعني 52 نائب يحبوا يمشيوا كلمتهم ربع يحب يمشي كلمته على 3 أرباع ويخلقنا رابعة على منوار رابعة وجريمة سياسية شفت الجريمة تلك التقاليد ديمقراطية لا ربع يغلب 3 أرباع ليس مضرر أن يغلب لكن يسمع صوته لا يسمع صوته لكن هو اليوم يحب يمشي كلمته يحب يمشي كلمته يحب يمشي كلمته ربع يحب يمشي كلمته على 3 أرباع وإذا كان ما تمشيش ويدافع على حضوده بشكل أو بلاخر معناها يدافع على وجوده يدافع على فرصته إلى غير ذلك أسي زهير لكي تدافع على صوت لا تنسحب وتعمل اعتصام رحيل وتعمل موضوع أنت هذا نوعا ما من الانقلاب شفت المجزر اللي صارت في رابعة أنا نقول لك الربع يحاول أن يعمل مجزر في 3 أرباع على الطريقة رابعة هذه الإشكاليوين اليوم وعندما تدافع عن ما حدث في رابعة وعن الشرعية في رابعة تصبح إخواني وتصبح تدعم الإخوان المسلمين وتصبح أنت من تنظيم العالمين إخوان المسلمين هذا هذا اليوم هذا اليوم اللي نعيشوه فما شك حاجة أخرى نحب نقولها فما غايب على المواطن التونسي وعلى المتابعة الشعران كذلك عندما تقول للمحسني أحسنت وللموسي أسأت عندما تقول للسيد الباجي قايت سبسي أحسنت عندما أخذت البلاد في انتخابات حرة ونزيهة وأنت اليوم عملت انتخابات وجبت حكومة ومجلس وطني ونجحت فترة انتقالية لأنتي كنت رقم واحد فيها عندما تقول للسيد الباجي قايت تصبح أنت من جماعة التجمع وجماعة نيدا تونس وعندما تقول مثلا تساند السيد مصف المرزوقي في موقفه في نيويورك وتقول السيد المصف المرزوقي ورئيس الجمهورية ورئيس كل التونسيين أحب من أحب وكره من كره وتقول بوركتا وبوركا في كلامك ومثل تونس أحسن تمثيل فأنت تصبح من نهضة ومن ترويكا ومن سيبيير وتدعم فيه وتفصل في العلاقات الخارجية عندما تجي مثلا لوزيرة تقول مشات المصر وزارة رابعة وتقول شكرا لهذه الوزيرة التي دعمت الشرعية ودعمت الانتقال الديمقراطي في مصر بذهابها وتحديها للأمن المصري بذهابها ومشات الرابعة ولنفس الوزيرة أنت ممكن تنتقدها لأنه تصورت مع صبات وتقول هذا نوعا ما من النزول إلى يعني اليوم السفافة فبالتالي اليوم نقول للمحسني أحسنت والمسيئة أسات ونراقب الشأن العام نحن لا ننحاز إلا للديمقراطية ولمبادئ الديمقراطية إذا كان اليوم انحيازنا اليوم سيسكندر باش ما يغلبناش الوقت اليوم ثم حوار وطني ممتاز وثم قبول بلعبة التشاور بين ضفرين أقول لعبة التشاور لأن فيها كثير من التجاذبات ربما التجاذبات اللي موجودة فيها أكثر من اللي شفناها على امتداد السنة الفارطة بمساوئها وسلبياتها أحنا نحب نعرف اليوم إلى أين المساعد فقط مش نسمو التدخل هذايا من أجل التعرف إلى بعض ما جرى عند انطلاق الحوار الوطني نشاهدوه ثم نواصل أمام انعدام الثقة بين الأطراف السياسية تحملت المنظمات الرائعة للحوار المسؤولية وهي أول تجربة في العالم يعني من مفروض الحوار يقع بين الفرقاء السياسيين لكننا تحملنا المسؤولية ونظمنا حمار حوارا وطنيا انخرطت فيه كل الأطراف السياسية ان شاء الله ما يكونش حمار نظمنا حمارا حوارا وطنيا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا إذن كما شفنا إسكندر الحوار انطلق منذ أيام متعثر والتعثر هذا يبريز حتى على مستوى الخطاب ولحظنا زلة الليسان هذه اللي أثارت ضجة كبيرة بقطع النظر على هنا وجودها وسياقها شو اللي يمكن أن يدل عليه انطلاق متعثر لمثل الحوار والتدعيات اللي قاعدين نعيشوها هاليام هذه وزلة الليسان مقبولة تصير في أكبر العائلات كما يقولون أما تفسيرها هو كان فيه نوعا ما من الغباء والاستدراك البعيد كامل عن الموضوعية والحقيقة الحمار تعثر وتكربص إن شاء الله ما تتكسرش خليقته في الطريق لكن اليوم أنا طلعت على عدة تجارب لحوارات طالت تجارب انتقال ديمقراطية أحد التجارب اللي طلعنا عليها تجربة المجر وكنت في رحلة لمدة أسبوع في جامعة أوروبا الوسط ودرسونا كيف صار هناك طاولة الحوار الكبير اللي تم في المجر في فترة الانتقال الديمقراطي بين كل الفرقاء السياسيين وكنت مع مجموعة من رؤساء الأحزاب أو قيادات أولى في أحزاب سياسية ومنهم سيسامير طيب كان حصولي الشرف أني رافقته في هذه الرحلة على مدى أسبوع وكننا ندرس صباحا مساء التجارب والتجارب الانتقال الديمقراطي في شرق أوروبا ولم نرى ولم يدرسوننا وكننا ستة أحزاب موجودة من نهضة من التكتل من سيبيير من المسار من حزب الجمهوري وأنا كنت قيادي من حزب الأمان شاركت في هذه الأسبوع دراسي لم نرى في أي تجربة حوار أن هناك شروط توضع مسبقا قبل الدخول للحوار إلا في تونس مشهور يخليهم تهومة في الندوة هذه أو الملتقى ليس ملتقى هي كور ستة أسبوع دراسي ندرس في جامعة أخرنا شهادة جامعية معناها وقع الاستفادة من الدرس فوقع تطبيق وعكسه أنا مستغرب صراحة أنا مستغرب يعني عندما درسنا التجارب الحوار الوطني اللي صارت في دول شرق أوروبا كما حكيت لك وهي كل عاشة رومانيا مجر بلغاريا كل عاشة تجارب الانتقال ديمقراطي لم نرى أن هناك فرقة يأتون إلى طاولة الحوار بشروط مسبقة حتى أن اجتمعنا في المبنى وهو كلية الحقوق جامعة في بودابست والمبنى هذا دار فيه الحوار وجلسنا مع من أدار الحوار قبل عشرين عاما وكان ينقلونا وينقلونا في تجربة الحوار الوطني الحقيقة اللي شفنا في تونس هذا اختراع تونسي اختراع تونسي بفهلة وتونسية بعقلية انقلابية اليوم لأنه اختيل الشهيد الحاج محمد البرامي يجب أن تسقط الحكومة اختيل الشهيد شكري بالعيد سقطت الحكومة صارت أحداث إرهابية يجب كذلك تسقط الحكومة الديمقراطيات لا تشتغل بالطريقة هذه الديمقراطيات يعني اليوم على الطريقة هذه اللي صار في كينيا صار جريمة وعملية إرهابية في سوق مركزي يزم كينياتا اللي جاب 51% نجاح في الانتخابات يجب أن يرحل كذلك صارت في النورفاج عملية إرهابية ذهب ضحية 72 شخص من متطرف يميني من حزب يميني متطرف قام لا يستقي لا وزير الداخلية ولا يستقي لا رئيس المخابرات اللي مفاقش بالعملية وما يخطط ليش ولا يستقي العملية تنشي ما هو الداعي؟ ما هو الدافع؟ اللي يخلي الوضع على ما هو عليه هؤلاء الذين تفاجأوا وفاجأتهم الانتخابات تو تجاوزناها الانتخابات ما نقعد في هم نعيشوا على أطلال الانتخابات شوف في هكي السردوك نعيشوا ونقعدوا الريشوا في السردوك حتى الموعد الجاي متاع الانتخابات هم مش مستعدين لأنه عارفينها مسبقا أنه ما عندهمش حظوظ اليوم هناك الكثير من الذين نظموا الانتخابات وأشرفوا على تنظيم الانتخابات بل وهما كانوا على رأس الهيئة المستقلة للعليا المستقلة للانتخابات هم نادمون أن الانتخابات نظمتوا طلعت النتائج اللي هما ما كانواش يتوقعوها ولم يتوقع أحد اليوم هما خائفين أن الشعب مرة أخرى يعطي صوته بطريقة تفاجأهم أو ما تكونش فيما في صالحهم هو معاش تفاجأهم مفروض هو المفروض معاش تفاجأهم على أساس على أساس أنه صارت التجربة المفروض معاش تفاجأهم والمفروض عندهم ملي صنداج اليوم اللي قاعدة تتفبرك أتوريات رافير وتعطي باسم الشعب وباسم الصنداج تعطي واتغلط في الناس اليوم الشعب منحاز لثورته والشعب ينشد التغيير مش تغيير متع صانع التغيير اليوم الشعب ينشد التغيير الحقيقي ويرجو ويريد رجال اليوم الشعب اليوم ينتقد الحكومة اللي جاءت بعد الثورة حكومة الترويكا ينتقدها في أنه هي تلكأت وارتبكت ولم تفتح الملفات ولم تفتح الأرشيف ولم تحاسب ولم تفعل قانون العدالة الانتقالية وكوروا بها وغلطوها وغلطوها ولعبوا بها هذا اليوم اليوم الذي نعيبه على هذه حكومة الترويكا لم تمثل نبض الثورة ولم تمثل نبض الشارع ولم تصلح هذه ما أفسدته العقود الماضية من فساد سياسي وفساد اقتصادي وفساد اجتماعي لم تعالج الملفات الحارقة بحيث نرىه نتيجة لهذه الثورة فارتبكت فربما سيعاقبها الشعب لكن هل الشعب الآن يعاقب هذه الحكومة التي ارتبكت واربكت ويعتي بمن كان هو الذي كان سببا في الفساد لا يما كان سببا في ارتباكها أو كان سببا في الفساد في الماضي وزور الانتخابات وفعل الأفعيل وخدم بالنظام الرشوة والنظام الجهويات ومعناها طلع اللي يحب يطلعه ويهبط اللي يحب يهبطه بدكتاتورية هل الشعب سيئ خلي الشعب يختار احنا نريد الشعب أن يختار والشعب واعي والشعب ذكي والشعب هل ممكن يجدد ثقته آخر سؤال هذه الحكومة التي وقع إرباكها والتي يقال بأن هناك أسباب جعلتها خلتها بالصورة اللي هي عليها هذه الحكومة قابلة بالاستقالة شوف قابلة تحت الضغط وتحت الكراهات الدولية هذه الحكومة مفروض ما تستقيلش والمفروض اللي معناها هذا ما يقال الكراهات الدولية على خاطر موجودة صحيح الكراهات الدولية لكن يقول لك يا أخي التفك وانت في مبيناتك شوف احنا معا أن الانتخابات الجاية تصير تحت سقف هيئة مستقلة وكذلك حكومة محايدة هي فكرة جيدة وتحت رقابة دولية أممية من الاتحاد الأوروبي والممتحدة كل شيء خليم يجيبوا كل الأشياء لأن الحب حتى واحد لا يتعن في الانتخابات وحتى الكل يسلم ويضرب تعظيم سلام لمن يختاره الشعب بش يحكمه ويعود يعطيه ثيقته أو يسحب منه ثيقة لكن اليوم هاتي الحكومة تنقصها خبرة أكيد مرتبكة أكيد مربكة أكيد لكن هي في الأخير إفرازت من إفرازات الثورة وهي تتعلم وهي كل يوم تحاول تنجز لكن اليوم لا يمكن أن نخلق فراغ فإذا كان قوله لا يمكن أن نخلق فراغ ويقولك شرعية توفقية وشراعية انتخابية استهلكت ليه؟ علشي استهلكت شرعية انتخابية فهذا الدباع يجب أن يقف الآن والحوار الوطني إن شاء الله ينجح شابه شسكندر آخر سؤال نختم به الحلقة نظر لذيق الوقت شنوى اللي نحتاجوله اليوم بإجاز في إدقيقة على أقصى تقدير شنوى اللي نحتاجوله باش نتجاوزوا العسر اللي قاعدين نعيشوه على مستوى الانتقال الديموقراطي وعلى مستوى الاتفاق حول الانتخابات حول الهيئة العليا المستقلة الانتخابات أو المشرفة على الانتخابات حول إتمام الدستور حول المسائل العالقة التي تحتاج إلى توافق وتحتاج إلى أنجاز في أجال معقولة الثقة في أنفسنا والثقة في الغير في بعضنا أذو ما حاشتين أساسيتين بالإضافة إلى الانحياز لأهداف الثورة ودائما أنه حان الوقت لتونس تكون دولة ديمقراطية حقيقة وتنشد الإصلاح والتغيير حقيقة لأنه إذا كان الرتيب لهذه الفرصة سوف لن تقوم لهذه البلاد قائمة وإذا نجحنا سوف ينطلق النمر الأفريقي نمر الأفريقي اللي اسمه تونس سوف ينطلق ويخرج إلى آثاق بعيدة وسوف تبنى دولة ديمقراطية قوية اقتصاديا واجتماعيا وتتماسك الكلها ونبتعد عن الإيديولوجيا يعني اليوم إذا كان أكدنا على مبدأ إيديولوجيتنا الوحيدة هي الديمقراطية الديمقراطية والديمقراطية فقط كل واحد يمكن يكون عنده مرجعيته لكن عندما تتعارض مرجعيته مع الديمقراطية يغلب الديمقراطية لأنه هي صمام الأمان اللي ممكن اليوم ينقذها البلاد هذه والتداول السلمي على السلطة هو الوحيد اللي ممكن ينقذ هذه البلاد من لا قدر الله متاهة ممكن ندخل فيها كما مصر الآن مصر دخلت الآن في مستنقع يا سيدي ليس نفق مستنقع تغرق فيه يوميا اقتصاديا واجتماعيا وإذا ما يكونش هناك حل سياسي في الأفق وكذلك سوريا دخلت في مستنقع العنف ومستنفق على الدماء الدماء وصلت للركب وصلت للعنكوش ومستعد السيدي يضحب بثلاثة أربع شعب وبشيق عدي حكم أربع وهذا اليوم ما أحوجنا إلى أن نتمسكه ونشده على المبادئ الديمقراطية الحقيقية بعيدا عن الإديولوجيا وديما الديمقراطية تغلب على كل المفاهيم والمرجعيات اللي احنا ممكن نختلف فيها من واحد إلى آخر إذن نشكرك سيسكندر هذاك وقت الحلقة وربما فتناه نرجو أن يكون اللقاء هذايا على الأقل فيه ملامسة لبعض ما تطمح لي عديد الأطراف الموجودة في جهة السفاقص نشكرك مجددا سيسكندر شكرا بارك الله فيك إذن أعزائي المشاهدين بالكيفية هذه وصلنا لآخر الحلقة هذه نظرا لذيق الوقت ما استطعناش أن نلموا أكثر المشاكل الموجودة في جهة السفاقص وربما برامج أخرى توقف على ما لم نستطع الوقوف عليه فعلى أمل اللقائي بكم في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة